بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع حديثي وإياكم اليوم مع تاريخ مدرسة الفلاح في الحجاز من أشهر المدارس في الخليج أحيانا مثل هذه المشاريع العلمية المؤسسية تبدأ الفكرة عند رجل غيور ارتبط ذكره بتاريخ هذه المؤسسة ومدارس الفلاح التي ابتدأت بجدة ارتبط ذكرها بشخصية تعد من أشهر الشخصيات في جدة الحاج محمد علي زينة رحمه الله وقبل أن أكلمكم عن تاريخ مدرسة الفلاح دعوني أخذوا وإياكم نبذة عن الحاج محمد زينة رحمه الله وأسرته الكريمة أسرة زينة من أشهر الأسر التجارية في الحجاز والسعودية بل في الخليج وعمرها التجاري ما يقرب من 160 سنة في الحجاز يقال بأن أسرة زينة تعود إلى أصل عربي فهي من قبيلة سهم القرشية التي هاجرت إلى الساحل الشرقي للخليج العربي نشأت هذه الأسرة الشافعية أسرة زينة في مدينة بستك في ساحل الشرقي للخليج العربي ثم هاجرت بعد ذلك إلى جدة وقد قام جد هذه الأسرة زينة العلي رضا مع شقيقه عبد الله ومع بعض وجهاء جدة بتأسيس ناد سموه نادي الصلاة نادي الصلاة باختصار عبارة عن فكرة بسيطة تجمع شباب يدعو إلى الالتزام بالدين والقراءة في التراث والتاريخ والأدب وفي هذه الأسرة الكريمة ولد الحاج محمد علي زينة رحمه الله تعالى في سنة 1300 من الهجرة في جدة نشأ الحاج محمد علي زينة رحمه الله تعالى نشأة إسلامية التسق ببعض العلماء والفضلاء في جدة وفي مكة أيضا بل سافر محمد علي زينة إلى الأزهر وتلقى عن علمائها هناك ودرس العلوم الشرعية والأدبية ثم أرغمه أبوه على العودة كون محمد علي زينة له ثقافة واسعة في العلوم وغيرها بل كان يتقن الإنجليزية والفرنسية والأوردو أيضا والمشكلة التي كانت سائدة في جدة وفي الحجاز وفي الخليج غلبة الجهل وعدم وجود من يحسن القراءة والكتابة إلا القليل وجدة كانت بوابة الحجاز البحرية وكان أهل جدة يجدون مشكلة أحيانا بقراءة بعض الرسائل لغلبة الجهل فكر محمد علي زينة مع بعض أعيان جدة مثل محمد صالح جمجوم وعبد الرؤوف جمجوم بضرورة وجود مدرسة لتعليم القراءة والكتابة لكن المشكلة أن جدة في بداية القرن الرابع عشر الهجري كانت تابعة للدولة العثمانية وليس من الممكن فتح مدرسة بهذه السهولة فأي شخص يرغب بفتح مدرسة نظامية لا بد أن يأخذ موافقة من الحكومة العثمانية وإلا منع ولأن فتح مدرسة نظامية يحتاج إلى إجراءات طويلة فكر محمد علي زينة بفتح كتاب غير مرخص وبالسرية وبالفعل قام محمد علي زينة بتأسيس مدرسة الفلاح ومعه محمد صالح جمجوم وعبد الرؤوف جمجوم ويحيى السالم ومحمد أنور ولكونها غير مرخصة وصغيرة ولذلك كان وقتها بين المغرب والعشاء وكان عدد الطلاب قليلا يتولى المدرسون نقلهم وحتى لا أنسى تأسيس مدرسة الفلاح كان في سنة 1323 يعني عمر محمد علي زينة 23 سنة محمد علي زينة لم يكن من كبار التجار في ذلك كالوقت كان شابا يعمل عند والده يأخذ عشر جنيهات تكاليف المدرسة أكثر من راتبه وهذه رسالة للشباب لا تضع المعوقات لا تنتظر المنح اكسر المعوقات وانطلقوا بإذن الله ينطلق المشروع قامت المحسنة خديجة عبدالله زينة زوجة محمد علي زينة وابنة عمه ببيع ذهبها من أجل أن يدفع زوجها مصاريف المدرسة والله معجب جدا بظروف تأسيس مدرسة الفلاح مجموعة من الشباب وضعوا لهم هدفا فما ماتوا حتى حققوه رحمهم الله وافقت الدولة العثمانية على تأسيس المدرسة وتم تأسيسها في سنة 1323 وكان أول مدير لها محمد حامد الحسيني قام محمد علي زينة ومن معه رحمهم الله بإطلاق اسم الفلاح على هذه المدرسة تيمن من الفلاح والبركة كان يعلو مدرسة الفلاح قبة الطالب يترقى في التعليم حتى يصل القبة فإذا وصل القبة معناته أنه انتهى من تعليمه الابتدائي حرص محمد علي زينة رحمه الله بعد ذلك على إكرام الطلبة المتفوقين يرسلهم على حسابه الخاص إلى مصر وإلى الهند لإكمال دراستهم ومن نبل محمد علي زينة رحمه الله أنه أحيانا يكون في الهند فيبلغه أن طالب ترك المدرسة فيتألم ويرسل إلى المدير يلومه بل إنه بعد ذلك صار يكتب تعاهد وشرط جزائي على ولي الأمر أي ولي أمر يخرج ابنه قبل إكمال الدراسة يدفع 40 جنيه عثماني كان الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى معجبا بمدرسة الفلاح معجبا بشخصية الحاج محمد علي زينة رحمه الله كان الحاج محمد علي زينة رحمه الله يمر أحيانا بظروف مالية صعبة وكان مصرا على إكمال مدرسة الفلاح وعدم توقفها ولذلك فرض الملك عبد العزيز رحمه الله 1% على كل طرد يدخل جدة ويكون ريعه لمدرسة الفلاح يسمى بمشروع القرش وقد استمرت مدرسة الفلاح على هذا الأمر حتى سنة 1376 ودخلت تحت المعارف من حيث الدعم التعليمي والمال أيضا قام الحاج محمد علي زينة رحمه الله بفتح فروع أخرى لمدرسة الفلاح في مكة وفي دبي وفي البحرين بل في الهند أيضا أول بعثة دراسية لخريج مدرسة الفلاح في جدة ومكة كان في سنة 1348 إلى الهند وكان عدد الطلاب 20 طالبا لقوة مناهج مدرسة الفلاح فإن هذه المدرسة استطاعت أن تخرج العديد من الطلاب الأكفاء الذين تقلدوا مناصب رفيعة في السعودية بعد كساد اللؤلؤ الطبيعي خسر الحاج محمد علي زينة أكثر من 90% من ثروته وكان مصرا على استمرار المدرسة توفي الحاج محمد علي زينة رحمه الله تعالى في بومبي في سنة 1389 بعد حياة حافلة بالبر والإحسان مات الحاج محمد علي زينة رحمه الله وما ماتت مدرسة الفلاح مدرسة الفلاح اليوم من أفضل المدارس في المملكة العربية السعودية